دلوقتي يا شباب بعد ما عملت الخرض بيه وسبت تعليق اللي بوجل كرون هبدأ ان انا اعمل اسبيب تيست عشان ايس سرعة الانترنت على الفي بي اس زي ما شايفين كلا شباب دي سرعة الانترنت على الفي بي اس هيكون شغال معك كويس بدون اي فقط يعطي تقدر ان انت تثبت اي فقط بي انت عايزه بدون اي مشاكل وشغال معك تم قدة سبع ايام بدون ما هيفصل نهائيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع يا رب تكونوا خير النهاردة يا شباب ان شاء الله اجبتلكوا تحديث جديد لموقع الفا كلاود اللي ما يعرفش الموقع ده ده موقع بيديك في بي اس ار دي بي تقدر تنصب عليه ويندوز 10 او ويندوز سيرور او او اي نظام انت عايزه ان شاء الله يكون الشرح النهاردة ازاي نحصل على حساب مجاني لمدة سبع ايام بمساحة قرصة 50 ديجا ورمات 2 ديجا وبروسيسور الثلاثة نبدأ الشرح على بركة الله بس ابلغ اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد هسيب لكم كل الرابط المذكورة في الشرح في الديسكريكشن هتبدأ تخش على موقع الفا كلاود بالشكل ده وتبدأ تدوس على كلمة وصول فوري لو عندك باللغة الانجليزية هتدوس هنا كده وتختار اللغة العربية هندوس على وصول فوري ابدأ بعد كده يفتح معنا الصفحة دي هنضغط على كلمة upgrade وبعد كده يطلق مني البريد الالكتروني طبعا مش ينفع نسجل بهاي بريد لازم يكون بريد شركات يعني ما ينفعش معاك ولا جوجل ولا هوت mail ولا اي بريد من الكلام ده لازم يكون بريد شركات النهار ده ان شاء الله في التحديث الخدمة اللي معنا هتكون على الموقع عشرة منت ايميل هتبدأ تخش على الموقع وبعد كده يظهر معاك البريد بالشكل ده هتبدأ تعمله copy من هنا وبعد كده هترجع على موقع الفكلاود وتعمله بسط وبعد كده هتوافق على الشروط وبعد كده تقول له تسجيل هبدأ بعد كده يرجع في لي الصفحة الرئيسية وهتبدأ تظهر معاك الرسالة دي هتدوس على ok وترجع تاني على موقع البريد الموقع هتلاقي رسالة التفعيل جات لك هنبدأ ندوس على الرابط الاولاني او نعمل له نسخ من هنا بالشكل ده ونبدأ نعمل له لصق هيبدأ بعد كده يوجهني للصفحة دي عشان انشئ كلمة في المرور الخاصة بي بعد كده اقول له احفظوا هكم تسجيل الدخول وبعد تسجيل الدخول هنضغط على upgrade مرة اخرى وبعد كده يتلو مني رقم تليفون عشان افعل الخطة المجانية طيب بالنسبة لي رقم التليفون انا اجيب لك تطبيق اسمه 2NRPrimer تبدأ ان انت تحمله هسيب لك الرابط بتاعه في هو ده التطبيق يا شباب بعد ما نحمله ونثبته هنبدأ ان احنا نشغل التطبيق هيبدأ يعرض لنا الوجع دي هنبدأ ندوس على الكلمة دي وبعد كده ندوس على تسجيل دخول عن طريق حساب الجوجل هبدأ بعد كده اختار حساب الجوجل اللي انا هشتغل عليه بعد ما هيعمل معي تسجيل دخول هتبدأ تظهر معي النفيزة دي هدوس على اوكيه وبعد كده شباب هتأكد ان انا مفعل كل الخطوات دي هدوس على ال رابط الاولاني او الاختيار الاولاني وبعد كده هفش على ازونات التطبيقات وابدأ اعلم على الازونات بالشكل ده وارجع للتطبيق مرة كمان وادخل على الرفتور الاخير هيكون معي بالشكل ده كده هبدأ ان انا افعله بالشكل ده وبعد كده هرجع على التطبيق مرة اخرى وبعد كده هدوس على علامة الس الزاد هيبدأ يظهر معي رقم التليفون بالشكل ده وابدأ اسمي الرقم بتاعي وبعد كده هدوس على وبعد كده هقول له اجريه وبعد كده اجريه مرة كمان وبعد كده هضغط على مرة اخرى حاليا هو بيعمل معالجة تمام خلص معالجة هبدأ بعد كده هدوس على بعد كده شباب هيبدأ يقين معي الرقم بالشكل ده هدوس على الرقم وابدأ اعمل له وبعد كده هرجع لموقع الفا كلاود وابدأ اكتب رقم التليفون بكود المحافظة هيكون زائد اربعة تمانية واكتب الرقم بتاعي وبعد كده اضغط على قال لي ان هو بعد رسالة التفعيل على الموبايل او على التطبيق زي ما انتم شايفين كده رسالة التفعيل وصلت هبدأ ان انا اخش على صندوق الرسائل هلاقي رسالة التفعيل جات في المكان ده هبدأ ان انا انسخ رمز التفعيل وابدأ اعمل له نصق بالشكل ده وبعد كده هبدأ اقول له فرايم ناو تماما شباب كده الحساب بقى مفاعل معايا كان فيه تنبيه شباب حابب ان انا وضحه لكم احيانا لما بيكون فيه تكرار على الموقع بالنسبة للاميلات اللي انا شرحتها او موقع الاميلات اللي انا شرحته لما بتيجي كزا حد يسجل فيه الموقع بنفس او من نفس الشركة بتاعت الايميل اه موقع الالفا كلاود بيحزر العنوين بتاعت الدومينات دي او بيحزر البريد الالكتروني ما تقدرش انه انت تسجل في الموقع ففي الحالة دي لو حصل معاك المشكلة دي وجاب لك رسالة خطأ اني انت مش هينفع تعمل الحساب وهتشوفوه دلوقتي في الصورة لو جاب لك الرسالة دي تقدر ان انت تجرب بايميل جديد وتقدر ان انت تجرب با خدمة بريد شركات تانية غير الخدمة اللي انا وضحتها لكم دي هبدأ بعد كده ان شاء الله ان انا انشئ في بي اس هبدأ اخش على الكمبيوتر هيحاولني دي الصفحة دي هبدأ اعمل من فوق انشاء كده وبعد كده هتطلب مني هنا النام ممكن اكتب ويندوز بالشكل ده كده وابدأ اخلي الرامات 3 الرامات 2 والبرسيسور 3 بالشكل ده وبعد كده هبدأ اقول له create بعد كده شباب هدخل على خانة درايفز وبعد كده هدوس على اتات درايف وبعد كده افطار نيو درايف هيتطلب مني هنا النام هبدأ ان انا اكتب اتش دي دي عشان انا بعرف ان ده الكورس الصلب اللي انا هشتغل عليه ومن هنا هاجي هكتب المساحة بتاعة الكورس بتاعي وبعد كده هبدأ اقول له create الاحظ كده ان هو نزل معي في المكان ده هبدأ ادوس على الالم بالشكل ده وبعد كده هاجي على device type وابدأ افطار الاي دي اي بالشكل ده وفي الخانة اللي جنبها هبدأ اعلم على رقم واحد وادوس على save بعد كده شباب هضغط مرة اخرى على attack drive وبعد كده هفش على drive from library هشوف هنا النظام اللي انا عايز اشتغل عليه هو هنا عامل لي كزا النظام اقدر ان انا اخطار النظام اللي انا عايزه فانا هشتغل على نظام الويندوز سيربر 2019 install dvd هبدأ ان انا اقول له attack cd من هنا الاحز ان هو نزل معي بالشكل ده على هيئة cd room وبعد كده هبدأ هدوس على save بعد كده شباب الخطوة اللي بعدها هبدأ افش على network وبعد كده هدوس على رمز التعديل ومن هنا هبدأ اختار كارت الانترنت اللي هو intel pro called وادوس على save واخيرا هفش على advanced وابدأ اصحب السهم ده للاخر هيكون معي ثلاثة كور بالشكل ده وابدأ بعد كده ادوس على save تمام كده شباب انا هيأتي الورس بعد كده هارجع عليه الصفحة الرئيسية بتاعة الويندوز وابدأ اعمل قمر تشغيل حالا كده شباب هيبدأ ان هو يعمل اقلاع للويندوز عشان نبدأ في مراحل التنصيب هلاحظ هنا وبود خانة ظهرت معي بعد ما اشتغل اسمها ال vnc tunnel هبدأ ان انا فعلها بالشكل ده هيظهر معي ال vnc link هبدأ ادوس على display vnc لو جاب لي الرسالة دي هقفل وادوس مرة كمان نفس الكلام هبدأ اعمل تحديث للصفحة وبعد كده هفش على الكمبيوتر مرة اخرى وخش على الويندوز وابدأ بعد كده افعيل خانة ال vnc وابدأ ادوس على display vnc هيبدأ يفتح معي الصفحة زي ما تشايفين كده شباب حاليا هو بيعمل load files للويندوز علشان نبدأ في مراحل التثبيت ان شاء الله تابعوا معي هيبدأ يحاولني لشاشة انتنصيب هبدأ هدوس على next وبعد كده هدوس على install لو لاحظنا يا شباب هتلاقوا حركة الموس بطيئة معكم وده عمر طبيعي ان احنا فتحين صفحة vnc عرضين عليها الويندوز ان شاء الله بعد ما انخلص هنبدأ نشغل برنامج remote desktop ويبقى الجاي الشغال معنا كويس بعد كده هتبدأ تظهر معنا الصفحة دي هنبدأ ننزل على الاختيار الاخير وبعد كده هندوس على next وبعد كده هندوس على accept وبعد كده هندوس على next وننزل على الاختيار اللي تحت اللي هو custom install windows هيبدأ يظهر معنا الكورس الصلب اللي احنا عملناه اللي هو باسم htd ومساحته 40 جيجا هنبدأ ندوس على next حاليا جاري تثبيت الويندوز تمام يا شباب بعد ما انتهينا من تثبيت الويندوز هنيجي في المراحل الأخيرة زي ما انت شايفين كده طالب مني ان انا ابدأ اعمل انشاء لكلمة المرور فهبدأ اكتل كلمة المرور بتاعته وابدأ ادوس على finish تمام كده شباب الويندوز بدأ ان هو يشتغل معايا زي ما انت شايفين بالشكل ده انا محتاجين ان احنا ندوس على control alt delete عشان نبدأ نعمل تسجيل دفول للويندوز فهنبدأ نطلع فوق كده عند كلمة send control alt delete وبعد كده هبدأ اكتب كلمة سر بتاعتي وادوس على enter زي ما انت شايفين كده شباب الويندوز اشتغل معايا هبدأ بعد كده ان انا افعل برنامج remote desktop عشان ابدأ اعمل اتصال بيه هيبدأ يزل معايا الصفحة دي هبدأ اعلم على الرسالة دي اللي هي don't choose this message وابدأ ان انا اعمل لها بعد كده شباب هبدأ انزل على FTR local server وايجي هنا على remote desktop هلاحز ان هو معمول هبدأ ان انا ادوس عليه وبعد كده هدوس على هتظهر معايا الرسالة دي هبدأ ان انا ادوس على اوكي وبعد كده هضغط على اطلاي وبعد كده هضغط على اوكي بعد كده هرجع لموقع الفا كلاود وابدأ انسخ الاي بي اللي هو بتاع واجي على وابدأ اكتب remote desktop وابدأ اعمل لسك لل IP في الخانة دي وبعد كده هدوس على connect هابدأ يفتح معايا الصفحة دي طالب مني username والباسورد هاجي في خانة username وابدأ اكتب كلمة واجي في خانة كلمة المرور ابدأ اكتب كلمة السر اللي انا انشأتها وابدأ هدوس على اوكي بعد كده هتظهر معايا الصفحة دي هدوس على الاختيار ده وادوس على yes دلوقت يا شباب الويندوز خلاص اشتغل معايا على remote desktop هبدأ دلوقت ان انا هلاقي اللي معايا كويسة احتاج بعد كده ان انا افعل الصوت هبدأ ادوس على اختيار الصوت تمام كده شباب الصوت اتفاعل معايا زي ما تشايفين هبدأ ادوس على اوكي تمام كده شباب بعد كده هبدأ ان انا احمل برنامج من على الجهاز بفاص متاعي هبدأ بعد كده ان انا اعمل copy لنسخة الجوجل كوروم اللي انا حملتها واجي على وابدأ ان انا اعمل بسط جوجل كوروم هبدأ بعد كده ان انا اعمل تنسيب لجوجل كوروم دلوقتي يا شباب بعد ما اعملت الخرد به وسبت عليه الجوجل كوروم هبدأ ان انا اعمل اس بيت تست عشان اي سرعة الانترنت على الفي بي اس زي ما انت شايفين كده شباب دي سرعة الفي بي اس هيكون شغال معك كويس بدون اي تقطيع تقدر ان انت تثبت اي تطبيق انت عايزه بدون اي مشاكل وشغال معك تمدة سبع ايام بدون ما هيفصل نهائية لحد انا شباب يكون الشرح بتاعي انتهى واطلنا يكون نال اعجابكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد ونتقابل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته